دخلت المستشفى ثم فوجئنا لو سمحت رجع لنا الفيديو تاني عشان نشوف الأسلحة التي عرضتها وهي يعني صورة مهينة لإسرائيل لأنه ما وجدته عبارة عن كلاشينات مجموعة كلاشينات لها تجاوز عددها الخمسين في أقصى الحالات هنرجع نشوف الصور اللي يعني بثتها إسرائيل عن الأسلحة التي حصلتها ودي أسلحة شخصية هي أسلحة فردية ممكن يكون حد من المستشفى أو حد من اللي لجأوا إلى المستشفى بيحموا نفسهم أسلحة دي أسلحة وممكن يكون هم اللي حطوا لكن دي أسلحة فردية يعني لا تقاس بي يعني أهو عددها لا يتجاوز ده كل اللي لقوا وكتاب القسام وغيره اللي لقوا ده لا يمثل شيء بالنسبة للدعاية التي بثتها إسرائيل على مدار على مدار أربعين يوم النهار ده اليوم الأربعين فانتظر الجميع أن يوم الأربعين سوف تعلن أنها يعني صور ما تسميه إسرائيل صورة النصر لأن إسرائيل حريصة جدا أن تغسل آثار المعركة اللي حصلت في 7 أكتوبر وأنا قلت في أكثر من لقاء أن آثار هذه المعركة ستبقى في وجدان الإسرائيليين على الأقل لسلاسة عقود قادمة وهي بتحاول رفع معنويات مواطنيها وإعادة الهيبة المفتقدة لجيشها وقوتها بما يسمى بصورة النصر فهي كانت حريصة أنه دخلها الآن صورة النصر هي صورة باهتة مهزوزة لا تقنع أحد وبالتالي ربما انسحبت الدبابات لكنها ما تزال تحاصر دار الشفاء بالكامل بعض يعتقد أنها في الأيام القليلة القادمة قد تقدم على هي فجرة نفق أو مش نفق قبو بتاع المستشفى لكنها لم تنزل تحت إلى ما تسميه ما تعتقد ومتراجج له أنه النفق الذي يضم بالأساس فيه ثلاث مستشفيات هي تعتقد أو تزعم أن فيهم غرف المركزية للقيادة والسيطرة مستشفى دار الشفاء مستشفى القدس ومستشفى أيضا اسمه الأندونيسي الأندونيسي هي تعتقد أو تزعم أنه غرف العملات المركزية تحتيهم وأيضا تزعم يعني كذبا أنها ستصل إلى أماكن الرهائن وده موضوع ممكن نتكلم فيه لأنه قضية مثلا حاضرة أيضا فيه على السابق ده ما حصل اليوم وجبنا أحدى الصور لما تكشفت عنه حاولت تستغله لكن بالتأكيد هو يشكل فضيحة ودعاية كاذبة يعني حاولت تروج لها فانكشفت هي حد قال أنه يعني تعبير مهم جدا اتقال فيه أنه هي حاولت أن تصنع بطولة زائفة من دخول دار الشفاء فدخلت هي إلى غرفة الإنعش ترجمة نانسي قنقر